اشهد فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب اشهد بالجهود الانسانية التي يبدلها جلالة الملك المفدى رئيس الفخري للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية حفظه الله ورعاه واهتمام جلالته بالعمل الخيري والانساني داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم جاء ذلك خلال استقبال فضيلته للدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية والذي قام بزيارة لفضيلة الامام الاكبر في مشيخة الازهر الشريف بالعاصمة المصرية بمناسبة تكريم المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية في جمهورية مصر العربية بجائزة افضل مؤسسة رائدة في مجال العمل الانساني في الوطن العربي من قبل الاكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية وتكريم الدكتور مصطفى السيد بجائزة افضل شخصية رائدة لعام 2021 تقديرا لخدماته مدى الحياة في مجال الانسانية والادارة ونشر العلم والثقافة وتقدم السيد بخالص الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدة على رعايته الابوية واهتمامه الكبير بأسر وابناء المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية مثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سموالي العهد رئيسي مجلس الوزراء مشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة العمل الخيري من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية اشتركوا في القناة